المشاهدين الكرام سننتقل للجبهة الشرقية مباشرة حيث قالت القوات الأوكرانية أنها أفشلت هجوما روسيا على إيزيوم هذه المنطقة أو هذه المدينة المهمة على الحدود بين دونيتسك وخاركيف وتعرضت المنطقة لقصف شديد وطلعات جوية خاركيف بشكل عام تعرضت إلى أكثر من 55 ضربة خلال هذه الليلة خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية تعرضت إلى قصف عنيف قصف شديد وشهدنا سلام هنداوي أيضا في محيط مطار خاركيف الذي تعرض إلى عدد من الهجمات ودمرت أجزاء من مطار خاركيف ولكن إيزيوم كانت عنوان التطورات خلال الساعات الماضية عندما أكدت القوات الأوكرانية أنها أفشلت هجوما روسيا على إيزيوم وما زالت إيزيوم حتى هذه اللحظة خاضعة للسيطرة الأوكرانية مع الضغط الكبير الذي تتعرض له المنطقة الشرقية كما قالت القوات الروسية الأوكرانية وأكدت القوات الأوكرانية أن المناطق التي سيطرت عليها القوات الروسية في المنطقة الشرقية هذه المنطقة في المنطقة الشرقية صحيح أن القوات الانفصاليين وأذكر رواية القوات الأوكرانية صحيح أن القوات الانفصاليين استطاعوا السيطرة على مناطق في الجانب الشرقي ولكنهم لم يتقدموا أكثر وكما نشاهد في خريطة السيطرة باللون الأحمر تؤكد رواية القوات الأوكرانية بأن القوات الانفصاليين لم تتقدم كثيرا صحيح أنها تسيطر ولكن لم تتقدم كثيرا في المنطقة الشرقية القوات الأوكرانية أكدت بأن القوات الروسية استطاعت تنفيذ خط بري واضح ومتصل من القرم إلى إقليم دونياتسك وهذا ما يتؤكده هذه الخريطة باللون الأحمر حيث السيطرة الروسية على هذه المناطق وبالتالي الخط البري من القرم نحو دونياتسك ثابت ومتواصل سأنتقل بشكل سريع إلى محيط العاصمة والجهة الشرقية وقبل أن أتحدث مع عمر الحاج نشرح قليلا عن منطقة الشرقية التي تتعرض لقصف عنه في عمر الحاج الآن في بروفيري في هذه النقطة التي تتعرض لهاجمات عن هذه النقطة تبعد حوالي 10 إلى 15 كم عن وسط العاصمة كييف ولكن القوات الروسية تضغط من الجهة الشرقية وتقول القوات الأوكرانية أنها أفشلت هجوما على بريفجيشكا في المنطقة الشرقية وزارة الدفاع البريطانية دخلت على الخط لتقول أن القوات الأوكرانية تسيطر على بعد 35 كم عن وسط العاصمة كييف وأن استطاعت صد الهاجمات الروسية على 35 كم من الجهة الشرقية الآن نذهب مباشرة إلى بروفيري مع عمر الحاج من هناك الذي سيطلعن على آخر التطورات الميدانية في بروفيري عمر في الساعة الأولى من المتصف كنت تتحدث عن بلدة مهمة في الجهة الشرقية تحتوي على مطار عسكري تمت استعادة السيطرة عليه من جانب القوات الأوكرانية كيف تجمل لنا الصورة في الجبهة الشرقية اليوم وهي تتطور بشكل لافت حتى أن وزارة الدفاع البريطانية دخلت على الخط وشرحت بعض التفاصيل إليك عمر نعم صهيب هو مهبط للطائرات العمودية وإيضا للطائرات النفاثة وحتى طائرات الشحن هذه هي أهمية المدينة جوجوليف هذه المدينة هو اسمه البلدة هي بلدة صغيرة تبعد عن بروفيري حوالي 8 إلى 12 كم عذرا ولكنها كما قلت سيطرة عليها الجيش الروسي في وقت سابق أثناء عملية لن نعم هي الشرق بروفيري في هذا الاتجاه بالضبط بروفيري تبعد عنها حوالي 12 كم الفرقة 72 من الجيش الروسي سيطرت عليها بعد عمليات عسكرية خاضتها في ساعات الفجر وأيضا استكملتها في ساعات الصباح كما قلت أمنت المنطقة وأمنت مهبط الطائرات ذلك ولكن صهيب ما تزال القوات الروسية موجودة في مناطق قريبة منها في فيليكيا وزيليسيا إضافة إلى أبو هدونيف كنقاط الانطلاق للهجمات الروسية كلام مزارة الدفاع هو يعتبر أن هذه المنطقة التي تبعد 12 كم مع 20 كم لبروفيري يعني حوالي 32 أو 35 كم على مركز العاصمة ولكن هناك مناطق أخرى صهيب محاذية لجوجوليف ما تزال القوات الروسية تسيطر عليها وإن كانت القوات الأوكرانية حيدت خطر وجود مهبط للطائرات في تلك المنطقة في ذات النقطة أيضا اتحدث عن بروسيبيل هذه المنطقة التي تبعد بالتجهة الجنوبية الشرقية لبروفيري وأيضا للعاصمة هي بروسيبيل تعداد سكانها حوالي 70 ألف نسمة هي فيها المطار الأساسي لكييف المطار المسؤول عن النقل المدني والنقل العسكري أيضا في جهة كبيرة القوات الروسية تحاول الضغط باتجاه تلك المنطقة وحققت أيضا تقدما هذا باعتراف الجهات الأوكرانية وإلا ما كان عمدة المدينة يطلب من المواطنين التوجه إلى نقاط أكثر أمنا لماذا التوجه الروسي الآن إلى تلك المنطقة؟ ومن الواضح أن القوات الروسية تحاول السيطرة على المطار من جهة وكما قلت هو واحد من أكبر مطارات البلاد وليس فقط كييف فيها مطار عسكري فيها قاعدة عسكرية وأيضا يبدو أن القوات الروسية تريد أن تتخلص من الإرهاق الذي تلاقيه نتيجة اعتمادها على الطرق البرية بشكل كامل في نقل المؤن والعتاد وأيضا في نقل الأسلحة في هذه المنطقة إن استطاعت القوات الروسية كما ذكرت فإنها تخلى عن كل الطرق البرية والتي تعرض قواتها للخطر يعني كما ذكر الزملاء وكننا نذكر في لشرات سابقة القوات الروسية التي جاءت لاقتحام القييف هي بحكم المحاصرة الآن من القوات الأوكرانية هذا وفق رواية هيئة الأركان الأوكرانية ذلك أن القوات الأوكرانية تركز على قطع كل طرق الإمداد وآخر رتل كان قد أرسل لتموين هذه الأرتال العسكرية قد سيطرت عليه القوات الأوكرانية بعد اجتباك مع ناصره وتدمير بعض العتاد إذن هذا هو المهم في الجبهة العسكرية في الجبهة الشرقية تسيطر على بلدة كوكوفيل وأيضا لعملات عسكرية في بروسو يلفت النظر عمليا عمر هو محاصرة القوات الأوكرانية للقوات الروسية في محيط العاصمة كييف في الجبهة الشرقية وفي الجبهة الشمالية الغربية شكرا لك حتى الساعة من بروفري شرقية العاصمة كييف عمر الحاج مراسل الجزيرة كنت أنا معنا من هناك بطبيعة الحال سنعود إليك في أي تطورات لاحقة شكرا لك عمر إذن مشاهدين الكرام هكذا كانت الصورة في الجبهة الشرقية للعاصمة كييف ولكن التطورات الميدانية كما ذكرنا في أكثر من جانب في الجبهة الجنوبية قالت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية المتمركزة في خيرسون وفي شبه جزيرة القرم تحاول الالتفاف على مايكوليف حيث لم تتمكن القوات الروسية حتى هذه اللحظة من السيطرة على مايكوليف واستطاعت القوات الأوكرانية كما تقول من صد الهجمات الروسية على مايكوليف حتى أن أحد المسؤولين العسكريين الأوكران ذكر اليوم بأن القتال يدور في ريف خيرسون الغربي بمعنى أن القوات الأوكرانية استطاعت دفع القوات الروسية نحو الجهة الشرقية أكثر لينتقل القتال من مايكوليف إلى ريف خيرسون لتكون الجبهة الجنوبية هي إحدى الجبهات المشتعلة في القتال خصوصا عند مايكوليف على الحدود من مايكوليف وخيرسون طبعا القوات الروسية تسعى من هذا الضغط إلى الوصول إلى أوديسا في المحور الجنوبي هذه كانت نظرة سريعة على خريطة اليوم وبطبيعة الحال هذه الخريطة ستتغير ما تغير الأحداث على الأرض التي سينقلها لنا مراسلون من الميدان